السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت شغال أنا ومجموعة من المبرمجين أصدقائي على تطبيق عن إحصاء وعد آيات وكلمات وحروف الكرآن الكريم ومن أسبوعين كده ولا أقل بعت لي صديق منهم أنه لن يكمل العمل بالتطبيق اللي احنا شغلنا عليه ولما سألته ليه مش هتكمل العمل بالتطبيق أرسل لي فيديو للشيخ الدكتور إيادة الكنايبي بيتكلم فيه عن الإحصاء وعد آيات وكلمات وحروف والقرآن الكريم وكان الملخص بتاع الفيديو زي ما نشوف مع بعض إن شاء الله مثلا أن كلمة يوم تتكرت لقرآن 350 مرة كلمة شهر 12 مرة وهكذا قال بحثنا في برنامج اسم هذا البرنامج آيات هذا البرنامج إخواننا ممكن تضع فيه يوم ويطلع لك كل الآيات التي فيها كلمة يوم شهر يطلع لك كل الآيات التي فيها كلمة شهر طلعنا هذا البرنامج وبحثنا عن عدد الآيات اللي فيها كلمة شهر مثلا وبالفعل طلع الكلام باطل العدد مش 12 كما يدعي البعض يدعون أن هذه الكلمة تكرت هذا العدد ويتناقلها الناس بل ويتناقلها بعض المشاهير في مجال الإعجاز العلمي للأسف الشديد فتصبح وكأنها حقيقة مسلمة هذا الكلام ينقلب أحيانا شكا وإلحادا لهذه الدرجة أو الله لهذه الدرجة بدايةً تذكروا قول أبي بكر رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله كلمة بغير علم ما بجوز الإنسان يتناقل شيئا عن القرآن دون تثبت إسلامنا علمنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بدنا برهان ودليل وحجة ونحن والحمد لله لسنا بحاجة للتخاريف طبعا لا يحق أن نحن طبعا نتداول أي كلمات أو نقول كلمة في كتاب الله بغير علم ولابد أن نتثبت من هذه الحقائق طبعا كما قال الدكتور إياد ولذلك أنا طبعا أخدت الكلام دوت وقمت قال طب ما تيجي نشوف نتحقق نتثبت ما تيجي نتثبت وأول حاجة قلت هبدأ ببرنامج آيات اللي ذكروا وأخصوا الدكتور إياد بالذكر في الفيديو بتاعه ففتحت برنامج آيات وجيت على البحث وهكتب كلمة شهر وهكتب كلمة شهر في البحث وهبدأ أخش على كلمة شهر البرنامج طلع نتائج البحث نتائج البحث عبارة عن عبارة كلمة شهر هي 17 طبعا للوهلة الأولى أي حد سيبص من الوهلة الأولى سيقول إنهو كلمة شهر ما جاتش 12 مرة زي ما أبي يقولوا والكلام ده خطأ ومش خطأ أنا من الوهلة الأولى عرفت إن الكلام ده مش مظبوط وإن كلمة 17 دي لا تعني شيء لأننا عارف إن السيرش فيه الديتابيز لو أنا عندي تيبل يعني عندي جدول فيه قاعدة بيانات والجدول ده عبارة عن روز صفوف ففي الغالب إحنا في الكرآن بنعمل الصفوف دي عبارة عن هي الآيات فأكيد الرقم اللي بيرجع ده بيبقى عبارة عن عدد الآيات المسترجعة واللي هي لا تعبر عن كلمة شهر جاءت كم مرة في الكرآن دي حاجة ده معنى وده معنى تاني خالص وهوارككم إزاي الفرق ما بين المعنين فكلمة 17 الرقم 17 ده أنا تخيلت إنه هو عدد الآيات اللي رجعت على طول تعال نشوف مع بعض البكرة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر معنى سبعتاشر آية مش كلمات مش كلمة شهر تكرر كم مرة لأنه ما رجعت الحقيقة اللي مكتوبة من الناس المعتبرة لقيت إن كلمة شهر مفردة ذكرت في الكرآن اتناشر مرة وكتبين كلمة شهرين ذكرت كم مرة كلمة أشهر ذكرت كم مرة لكن كلمة شهر وردت في الكرآن الكريم اتناشر مرة فاول آية تجيب بص عليها لقيت شهر رمضان ادي كلمة شهر لكن عندما كنت أكمل الآية فأنت فأنت شاهد منكم الشهر كلمة شهر جاءت مرتين في نفس الآية كلمة شهر جاءت مرتين منفردة هي في نفس الآية فده معناه ان العد اللي موجوده خطأ صح والله هي تاني غلطة هي موجودة في البحث فمعنى كده ان هواحد يقول لي طب ما كده معناها ان نبقى 18 مرة قوله لا لا مش عايزين نبقى بسط حقيقة عايزين نعد يدوي نعد يدوي كده ونشوف مع بعض هل فعلا جاءت 12 مرة ام لا مجاتش مش لمجرد الرقم اللي طالع من البرنامج فأول آية شهر رمضان فمن شاهد منكم الشهر ادي مرتين كلمة شهر مفردة بعد كده الشهر الحرام ادي واحدة بالشهر الحرام ادي كمان اثنين يمكننا معنا اربعة برضو هيك كرار التاني كلمة شهر طيب الحج هو اشهر اشهر لا اشهر بالجمع ودي كلمة مختلفة هم بيتكلموا على كلمة شهر مفردة الحقيقة اللي رجعتها تمام يبقى دين مستبعنا اللي بعدها الشهر الشهر الحرام ادي ماشي تمام يبقى كده معانا كم معانا خمسة طيب بعد كده تربص اربعة اشهر اشهر لا مش معانا ماشي يتربصنا بانفسهم اربعة اشهر لا مش معانا تمام فتحريروا رقبة المؤمنة اه فمن لم يجد فصيامه شهرين برضو شهرين دي بالمسنة ودي مش تابعنا طيب الآية اللي بعد كده ولا الشهر الحرام ماشي كده تمام يبقى كده عندنا كم ستة جعل الله الكعبة ناشي اه والشهر الحرام ادي كمان ايه سبعة تمام في سورة المائدة فسيح في الارض اربعة اشهر لا مش معانا نغادل سبعة فاذا نسلخل اشهر لا مش تابعنا ان عدة الشهور لا مش تابعنا لا نكمل بس الاية ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا 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 جات اي شهرا ايه فبا كده كده كم تمانية تمام طب والسليمان الريح غدوها شهرا واروحوها ايه شهرا يبقى كده عندنا كمان تسعد عشر ادي كده عشر مرات شهر تمام اه ووصلنا الانسان بولدي ايه ايه احملاتهم ماشي 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 ثلاثون شهرا شهرا يبقى كده احداشر اهي مفردا فمن لم يجد في صيامه شهرين لا شهرين مش تابعا خلاص اه 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 ا لو روحنا على كلمة يوم على نفس البرنامج لديتها تقررت ربعمية وخمستاشر طبعا نعرفين يعني ايه ربعمية وخمستاشر بالنسبة لنا يعني ربعمية وخمستاشر آية مش ربعمية وخمستاشر مرة مكررة دي خلاص احنا بالنسبة لنا بنا فاهمنا طيب انا مثلا هروح على بس حاجة وضحها لان انا ممكن يكون في ناس في دماغها دلوقتي بيمر ايه هي شهر ومجموع ومفرد وتبدأ العملية ايه فيها شوية كلام في دماغه طب تعالى كده مثلا على دي البقرة الآية 255 لها اية الكرسي مشهورة جدا بيقول الله لا اله الا هو الحي والقيوم لا تأخذه سنة والقيرة خلي بالك معين ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض منزل الذي يشفى عنده الا باذني يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحطون بشاء من علمي الا بما شاء واسع كرسيه السماوات والارض ولا يودو حفظهما وهو العلي الايه العظيم فين كلمة يوم كلمة يوم لم ترد نهائيا في هذه الآية ومعدودة ومعدودة خلاص امال جات ليه طلعت في نتائج البحث ليه اه هقول لك انا جات ليه لان الله لا اله الا هو ايه الحي القيوم القيوم اخيرها يهوى وميم فاعتبرها يوم فجات في نتائج البحث نستفيد ايه ان هذه البرامج برامج نتائج ايات وبرامج اللي شبهه برامج غير متخصصة بالمرة في الاحصاء والعد ولا نعتمد نتائجها تماما انا يعني برامجيا بقول لكم لا ما تعتمدوش الارقام بتاعت برامج زادة في برامج متخصصة في الاحصاء والعد في برامج متخصصة في الاحصاء والعد تعال نشوف مع بعض برامج من اكبر برامج الاحصاء وعد ايات وكلمات وحروف الكرآن الكريم ونشوف ازاي هنعد عليه وبرنامج متخصص في احصاء الكرآن الكريم وآياته وكلماته وحروفه برنامج من عمل المبرمج محمد حمادي من الجزائر جزاء الله عننا خيرا برنامج في خصائص ويعني بصراحة متخصص في عملية البحث في الكرآن الكريم انا هاجه نوت واجرب نفس اللي احنا عملناه في برنامج آياته هكتب كلمة شهر خلاص بس هختار هنا من القايمة طبعا بديني options كتير طبع البرنامج غني جدا بسم الله ما شاء الله هاخش على احصاء الكلمات التي يوجد بها طبعا كلمات شهر فيطلع لي اولا كلمات كلمات اللي جات فيها كلمة شهر تمام هم اتناشر شكل اتناشر شكل خلاص فكلمة شهر والشهر الشهر بالشهري اشهر اشهر لا اشهر لا مش عايزها فانا هدوس على دليل كده حزفتها بالشهري ماشي الشهر ماشي اشهر ماشي شهرين ماشي شهرين لا مش عايزين شهرين امسح شهرين الاشهر مش عايزينها ولا اشهر مش عايزينها خلاص توقع معنا ايه شهر الشهر الشهر بالشهري الشهري شهرا شهر شهر تمام دي الكلمات اللي أنا بضار عليها كلمة شهر منفردة أما جيت بسيت على الإحصاء اللي يطلعوا للبرنامج قال لي الكلمات دي تكررت 12 مرة كلمات دي تكررت 12 إيه 12 مرة بالفعل تمام ودي الأشكال بتاعتها اللي موجودة في الكتاب الله العزيز يبقى دي الورود سليم طب تعال نجرب في البرنامج دي برضو كلمات يوم بنفس الأسلوب هكتب كلمة يوم وهاجع على إحصاء الكلمات والحروف التي يوجد بها خلاص إحصاء الكلمات التي يوجد بها اللي أدي يوم لإيه تبقى كلمة كثيرة اليوم يوم ماشي باليوم ماشي يوما ماشي اليوم ماشي يوم ماشي يومين أنا مش بدور على يومين أنا بدور على كلمة يوم مفردة طبعا الكلمات الواردة هي 451 فتقول لا أنا يومين هشلها يوم اليوم يوم القيوم أهي القيوم دي مش تبعنا خالص في كلمة اليوم مخالص فأنا هستبعدها أو هستثنيها ياما لفظ دقيقي يعني يوما إذن لا يوما إذن مش يوم ليوم كم من صغط المفرد ليومjäوم يومكم لا مش عا wield يومكم أنا يوم فليوم يومهم لا يومهم برضو مش هو هذا المقصود فليوم بصغط المفرد يوم اذن لا مش دي برضو القيوم برضو لا مش دي برضو فليوم يوم يومكم يوموم توقعني بيوم وليوم يومي بليومي يوما اليوم يوم 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 ليوم يوم فاليوم ليومي بيومي وي اليومو خلاص دي الأشكال بتاعت كلمة يوم مفردة الكلمات عددها في الكرآن الكريم 365 يبقى كلمة اليوم المفردة بجميع أشكالها خلاص اللي هم 14 شكل جات ب14 شكل في الكرآن الكريم طبعا برضو البرنامج فيه برضو أنك تستطيع تشوفهم بدون تشكيل لأنه بدون تشكيلها هيقلوا عن العدد ده في الأنواع الأشكال يعني لكن المهم كلمة يومو بالصيغة المفردة بصيغة المفردة عددها 365 زي ما الناس المعتبرة في إحصاء الكرآن الكريم قالوا بالضبط وقالوا كبين كلمة يومو مفردة 365 وكلمة يومين تكررت كم مرة وكلمة أشهر تكررت كم مرة وكلمة أيامو تكررت كم مرة وكلمة مش عارب إيه كل الكلام ده محصة فاليوما كلمة مفردة 365 لا نقاش تأكدت أن هي كلام سيد تثبتنا وطلع الكلام سليم وطبعا الحمد لله أنا وريتي الكلام ده لزمائل اللي كانوا بطلوا شغل لما شافوه رجعوا الحمد لله استمروا وكملوا البرنامج وتأكدوا أن الكلام ليش طبعا أي علم من العلوم بيدس فيه وفيه أخطاء وفي الناس بتضرب بالأرقام ده تنبؤات مستقبلية وما بتكلمش عن النوعية دي خالص لكن الإحصاء الموجود إحصاء صحيح خلاص التدلل بيه قصة ثانية أنا مليش جاع بيها خلاص لكن بقول أن الكلمات الإحصاء موجودة وأغلب الإحصاء الكرآني نقول هي حقائق فعلية موجودة خلاص سميناها إعجاز سميناها حقائق قرآنية عددية سميناها مش مهم سميناها لطائف سميناها زي ما الشيخ عايز سميها لكن الكلام سليم والعد مظبوط بحمد الله نرغو طبعا من الدكتور إياد جزاه الله عننا خيرا ونعلمه ونتابعه وجزاه الله عن المسلمين خير طبعا أنه يتحقق من الكلام ده ويشوف هيرد ازاي أو يصلى نحن طبعا متابعينه كتير جدا فنتمنى أنه ما عرفش هيوصله للفيديو لكن حبيت أشارك وأكد أن الكلام ده مظبوط وشكرا وجزاكم الله عننا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته